اكدت مدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبة اهمية تضافر الجهود المحلية والدولية للدفع بعملية الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة واشارت الزوبة خلال لقائها مدير مكتب المبعوث الاممي في عدن ادوارد جاكسون الى ان الجهاز يعمل حاليا وبما يتناسب عجندته على متابعة المسلويات المشترقة وتعهدات المانحين في عملية الاصلاحات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بتقديم العون الفني للحكومة لتسريع تنفيذ التعهدات المقرون بالمنحة السعودية الاخيرة من جانبهم اكد المسؤولون الامميون حرص مكتب المبعوث على استمرار المضي قدما في دعم اولويات الحكومة فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بدعم في مجال الكهرباء والطاقة اشتركوا في القناة